موسيقى تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق أحياء الشرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبار الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وقد حرس السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية خاصة على كبر تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد مواجها سيادته بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم منطقة اللي احنا فيها دي يا فلن تم حفر أكتر من 200 ألف متر في طربة صخرية باستخدام المعادات الميكانيكية لتجنب النسف بوجود منطقة سكنية كده وتم راتب أكتر من 350 ألف متر مكعب باستخدام أعلى معايير الجودة طيب احنا ما خلص عندك ان شاء الله خلال شهر التلاتة يعني قبل رمضان ان شاء الله مش كده ان شاء الله خلصت اللبات وكل شيء والربات بجميع العمل التكملية حتى ابتداء الأمر الصناعي خلص خلص يعني كده هبنى هو الانتهى تماما ان شاء الله يا فنية نقطة الرب على طريق الاستراد هل انتم شايفين فيه حاجة تانية ممكن تيسر للمنطقة هنا لحركة بتاعته ممكن نعملها التقاطع ده يا فنية كان دايما مزدحم لان الاستراد الطريق رئيسي مع دفنة زهراء المعادي وحي المعادي فاخنا دلوقتي يا فنية مقدمنا نحرر الحركة تماما طيب انا باتكلم بقى على المنطقة دي كلها تمام صدر هل في حدة او في حركة تانية محتاجة مننا نوسع المحاول نزود حرر لحرسين او نزود كباري نحرر لحركة فيها بيس ان الحركة انت كده انا باتكلم عن حركة العمودية اللي عليها تماما على كل حد انا بقولك كلام ده عشان لو كان ده مجال انه كانتوا تفكروا فيه تفكروا بس حاجة تانية شكرا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الجولة التفقدية للسيد الرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وقد حرس السيد الرئيس على التوقف اثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية سلام عليكم محور حسابيات القراوي بيبدأ من صناية الأمر الصناعي مرورا بتقطعه مع محور الاصطراط ومرورا بمنطقة زهراء المعادي ويتقطع مع محور الطريق الدائري على الكبرى لساتك مش عرفنا عليها فن وبينتهي عند نفأ الاصطراط المحور هذا فنم بيأخذ القادم من مناطق جنوب القاهرة والقادم من حلوان وطريق السيد الحر ويربطوا مع شرق القاهرة في اتجاه العاصمة الإدارية عن طريقة محور فنم المحور الاول محور الدكتورة ساميرا موسى المحور هذا فنم بيبدأ من نفأ الاصطراط وبتقطع مع محور الشهيد ومحور المشير محمد علي فهمي ومحور اللواء عمر سليمان ومحور المشير طنطوي حتى شارع جمال محمد علي وبين القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومناطق العاصمة الإدارية عن طريق محور اللواء عمر سليمان اللي بتقطع مع محور محمد علي فهمي ومحور الدكتورة ساميرا موسى وكذلك بين القادم من الجنوب المناطق دي عن طريق محور المشير طنطاوي الطريق ده يا فنم برضو بيربط القادم من الجنوب بمناطق شرق القاهرة وطريق السويس ووصولا لمطار القاهرة الدولي عن طريق محور شينزو أبي مرورا بمنطقة مدينة نصف ومدينة الأعمال كذلك يا فنم المحور ده بيربط ما بين ملاطق الجنوب ومناطق شمال القاهرة وغربها عن طريق محور امتداد المشير ومحور جهان السادات يبقى كده فنم المحور ده نقدر نقول ان هو بيربط مناطق الجنوب بالكامل القادم من حلوان ومناطق جنوب القاهرة ده المحور رقم تمانية ان احنا قلنا المحور بتاع طريق السويس نفسه ده محور يربط الشرق بالغرب ويربط شرق القاهرة وامتدادها لغاية التجمع والغاية السويس والغاية العاصمة الجديدة بالمودر اللي موجودة عليها صح كده؟ ثم عندي بعد كده محور او كبري سبيل غالب مش كده برضو وده بياخدني من شنزو ابي ويكمل لي لغاية التجمع والأول صح كده؟ مضبوط قد ان انا عايز اقوله هنا ايه ان احنا مش بنقول للناس ان احنا ربطنا بس كده احنا عملنا تعدل وتنوع في وسائل الانتقال من الشرق والشرق القاهرة بشكل مريح جدا جدا بحيث ان انا قربت قربت بخليتش الناس النهاردة وهي بتتحرك من من وسط القاهرة مثلا في اتجاه شارع القاهرة ما يبقاش عنده غير مثلا مثلا محور السويس او مثلا محور المسير تنطاو لا ده انا عملت في ريال اشرف مش كده؟ عملت ده عملت عمر سليمان ادي محور تاري مش كده؟ عملت حسبالو الكفراوي اللي احنا بنتكلم عليه اذا انا مش فكرة ان انا ده انا بقوله هنا مش عشانك انتو اللي عمليينه لكن انا بقوله عشان الناس ايه يبقى عارفة احنا ليه عملنا كده؟ عملنا محور كتير ليه؟ عشان اوزع حجم وكسافة العربات الكتير قوي اللي كانت قربت السويباش عالالف المنطقة ديت ويبقى النهاردة الناس عندها اكتر من 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 ما صار حركة يخدم على كل واحد طب تبقى لاقرب نقطة ليه اقرب حاجة للسكن بتاعه او للعمل بتاعه قدي نقطة واحنا شغالين بعد كده في الغرب طبعا بنفس الطريقة يعني احنا شغالين في الغرب عشان نعمل شبكة طرق اخرى لغرب الغرب النيل يبقى او غرب القاهرة انتو هنا المفروض هتعملوا حاجة يتوصل لغاية صلاح ساني من فوق النفق هنطلع على الوصلة بتاعته نقطة على الجبل وانه يوصل لغاية نعد المقطة من نفسه مش كده فاندق ايوة ونوصل بين غاية صلاح ساني مش انتو كبرة يتعمل في الصينية فاندم اللي عن شارع تسكن مم انتو اللي شغالين كده مش كده امتى معادنا لسه فاندم سيادتك عيننا مبارح وانتو في التصميمات وكلام لكن انتو دامكوا بعد التسويق تصلكو تلات شهور كتير؟ تماما فاندق ان شاء الله مش كتير بسراحة كتير يعني ان شاء الله فاندم احنا انا عايز اقول لك لأ حاجة انتو شفتوا الموضوع ده بيعمل ايه في الناس؟ طبعا بيفرج عليهم؟ ايه طبعا بيوفر لهم مقول؟ طبعا مش كده؟ طبعا بيريحهم؟ طبعا طيب انت عايز تقوليني ايه؟ بالنفذة فاندم الاعمال الصناعية على المحاور رواسية لتحرير القطعات فاندم على المحاور محور سيادتك حصاب الله كفراوي احنا نفذنا عليها فاندم ستة كبري ونفق تم تنفيذ كبري اعلى الاسترادة فاندم وده بيحقق ربط كامل مع طريق الاستراد ثم تم تنفيذ فاندم تلات اعمال صناعية نفق واثنين كبري لتحرير الحركة مع الطرق الداخلية بمنطقة زهراء المعايدة فاندم ثم تم تنفيذ كبري اللي هو خصاب الله كفراوي اللي سيادتك مشترفنا عليها فاندم اعلى الطريق الدائري لربط المحور بالطريق الدائري وسيادتك تم تنفيذ نفق الاصمارات لتحرير الحركة مع المتاجة فاندم لمحور الدكتورة ساميرة موسى ومحور عمر سليمان ومناطق المؤطم سيادتك محور دكتورة ساميرة موسى فاندم ده عليه اربع كبار يا فاندم فيه كبري بيحرر الحركة مع محور الشهيد وده بالفعل فندم منفذ وجاري العمل بتلات كباري بتحرير الحركة مع محور المشير محمد علي فاهمي ومحور عمر سليمان ومحور المشير طنطوط وستك كبري اللي على محور المشير طنطوط ده فندم يعني هيوصل ارتفاعه لحد اكتر من 25 متر وهيعدي اعلى المونوريل وتم التنسيم على الهاية القومية للانفاة فندم اللي عند المنارة وفي ستك محور عمر سليمان فندم اتنفذ وستك محور الدكتورة ساميرا موسى فندم هيوصل لحد شارع جمال محمد علي لحد كبري البطلة في ريال فندم اعلى طريق دايري وبأحنا كده ربطنا المحور بمناطق الطاهرة الجديدة ومنها للعصمة يعني انت عملت محور موازي بالدائرة بالضبط فندم كده نحن هزنقول للناس ان احنا مش هلتفى بس بالدائرة مثل نتحرك عليه الناس اللي نتحرك ممكن تبعد داخلة تعادل كبريدية وتمشي موازي لطريق دون المرور بالطريق الدايرة فندم في ستك محور عمر سليمان فندم ده متنفذ فندم بالفعل ومتنفذ عليه ثلاث اعمال صنوعية شوف ده اخر محور من اول طريق السويس وسامير غاني وفريال اشرف وعمر سليمان والمشير تنطاوي ده اخر حالي ده اخر محور ده ستك مشرفنا عليه ستك برضو محور عمر سليمان فندم بيربط كده فندم المحور حصاب الله الكفراوي مربوط بمحور عمر سليمان محور عمر سليمان فندم يتنفذ عليه ثلاث اعمال صناعية عشان نحرر الحركة فندم مع محور الشهيد ومحور احنا ممكن نقول للناس ايه ان المحور دي بالكامل خلصان متحرر لا متحرر الحركة عليها تمام سيدي بحيث ان هي ما بقيتش في اي اعاقة وهو ماشي على الطريق يلاقي حد تقطعات فندم تقطعات او كلام هزا تمام وانت هتعملوا الكوبري مش كده يا محمد الكوبري اللي هو عند بدخل الاسمرات مش كده مش كده عشان تدخلني على هنا مستريح في ايدي عن اللقل مش كده برضو انتوا اللي هتعملوه ان شاء الله سيادتك محور شنزو محور شنزو يا فندم علي يا فندم 15 عمل صناعي 12 فندم بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ ثلاث اعمال صناعية فندم عملين عند منطقة جاردينيا ودول يعني خلاص فندم يعني اكاد يكون انتهينا منهم والمحور اللي بحرر حركة فندم مع الكوبري اللي بحرر حركة مع محور الشهيد علشان سيادتك ما نخلقش تقاطع مع محور الشهيد مع محور المشيخ مع محور شنزو ابي وده سيادتك يعني يوصلين ناس بالتنفيذ خمسين في المئة وفي سيادتك برضو فندم من ضمن يعني على رمضان يكون خلصا تمام سيادتك شكرين احنا معنا في رمضان ان شاء الله بسم الله شكرين سلام عليكم شكرا